بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وزير التربية والتعليم أكد في أكتر من اللقاء أن امتحانات السنوية العامة هتقام في معادها حتى لو لا قدر الله مع استمرار الجائحة الحالية يعني امتحانات السنوية العامة هتكون 19 ست عشان كده قبل الامتحانات المتبقية عليها حوالي 130 يوم عبر بعض أولياء الأمور عن مطالبهم قالوا دي مطالب عادلة قبل امتحان السنوية العامة خاصة وأن وزارة تربية والتعليم لسه ما نزلتش نمازج استرشادية للطلاب ودي حاجة مهمة جدا أن يكون فيه نمازج استرشادية لطلاب السنوية العامة عشان يعرفوا الامتحان هيبقى عامل ازاي بالزبط والأسئلة نمط الأسئلة هيبقى ماشي ازاي ولكن في البداية قبل ما نعرف المطالبات بتاعت أولياء الأمور ياريت تعمل لايك للفيديو ولسه مشتركش بالقناة اشترك وفعل زر الجرع عشان تواصل معنا كل جديد وزير التربية والتعليم أعلن من المنتظر أن امتحانات السنوية العامة هتقام إن شاء الله تساعتاشر ستة وقال لا مجال للحديث عن إلغاء الامتحانات يعني مش هتلغى حتى لو لقدر الله استمرار الأزمة ومع اقتراب امتحانات السنوية العامة ابتدت الطلاب وأولياء الأمور بيطالبوا بعض المطالب أولها الابتعاد عن الغموض في الامتحانات طبعا بنلاقي كل سنة أن في مادة أو مادتين أو تلاتة بييجي فيها أسئلة غمضة أول مرة الطلاب يشوفوها وأسئلة صعبة حتى أن المدرسين بيبقى في حيرة بينهم في حل السؤال عشان كده كتير من الطلاب وكتير من الأمهات طلبوا بالابتعاد عن الغموض في الامتحان والأسئلة المحيرة اللي هي بتسير تساؤلات الطالبة وطبعا في ظل نظام الجديد فهيكون الأسئلة كلها أنسين أو أسئلة كلها غير مرئية في عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر بتقول إيه بقى؟ بتقول إن الاتحاد تلقى عدة شكاوى ومطالب من أولياء الأمور طلاب السنوية العامة فيما يتعلق بشكل الامتحان قالت بن طالب بالابتعاد عن الأسئلة الغامضة في الامتحانات وقالت عاد كبير من طلاب الصف الثالث السنوي بيقعوا في حيرة بسبب بعض نوعية الأسئلة في العربي بفروعها بقى نحو بلغة وأدب ونسوس وقراءة موضحة أن الإجابات بيختلف عليها المدرسين ذات نفسهم ويتم إرسال الأسئلة لأكتر من مدرس وكل واحد بيرد بإجابة مختلفة وقالت إن السؤال بيحمل ثلاث إجابات مختلفة من وجهة نظر كل مدرس وده بيحصل في أغلب أسئلة مادة اللغة العربية طبعا العربي مليان فروع كتير عشان كده بيبقى فيه لعب كتير في اللغة العربية وضربت مثال على حيرة الطلاب قالت تضمنت المراجعات الشاملة للعربي للثالث سنوي سؤال اختياري تم وضع أربع اختيارات له إنها عرضت السؤال على ثلاث مدرسين بتصق في إجابتهم وكل واحد جاءوا بإجابة مختلفة يعني سؤاله هو كان اختياري طبعا الأسئلة احنا عارفين هي تبقى اختيارية هيبقى سؤال يعني يختار من متعدد فالسؤال طرح على أكتر من مدرس وكل مدرس كان له إجابة مختلفة عن الآخر وتطالب عبيرة وأولياء الأمور بالابتعاد عن الأسئلة المحيرة والخلافية اللي بيختلف عليها المدرسين والالتزام بوضع ضوابط لنموذج الإجابة حتى لاقع الطالب فريسة لاختلافات لا يد له فيها وكمان وضع نمازج استرشادية مهم جدا موضوع النمازج الاسترشادية طلاب السنوات العام دقتي منتظرين توفير الوزارة للنمازج الاسترشادية عشان تدربهم على نوعية الأسئلة اللي هي بتعتمد على فلسفة الفهم مش بتعتمد على الحفظ طيب هل الأسئلة بتعتمد على الفهم دي هتبقى محيرة بالنسبة للطالب؟ هل الاختيارات تبقى قريبة من بعض؟ هل ممكن المدرسين يختار كل واحد فيهم إجابة؟ ده اللي هيظهر بعد إن شاء الله ما تنزل النمازج الاسترشادية لأن دي بمثابة تدريب حقيقي للطلاب طبعا في ظل غياب المدرسة وفي ظل غياب أني يعتبر مفيش سناتر ومفيش كلام ده خالص دوقتي الوضع يتغير فالنمازج الاسترشادية دي هتعتبر هنا سند كبير للطلاب منتظرين إن شاء الله يوم 14-2 هنشوف هل النمازج ممكن تنزل قبل كده ولا وزير التربية والتعليم هيعلن عنها يوم 14 توفيق لكل طلاب الصنوية العامة في النهاية ما تبخلوش علينا وياريت تعملوا لايك للفيديو شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته